رجل صالح أوقفوه عن العمل بسبب شكاوى كيدية ضده لأنه لا يقبل الرشوة أو الفساد وبسبب هذا الإيقاف أصبح لا يمتلك قوت يومه وفي ليلة دخل على زوجته بعد أن صلى العشاء بالمسجد ووجد أبناءه الثلاثة قد ناموا فسأل زوجته هل صلى الأبناء؟ فقالت الزوجة لم يكن عندي طعام فتركتهم حتى ناموا ولم يصلوا فقال الزوج أيقظهم فقالت له إذا أيقظهم بكوا واشتكوا من الجوع ولا يوجد طعام قال الزوج اسمعي ما علي إلا أن آمرهم بالصلاة أما رزقهم فليس علي وإنما على الله الذي قال لنا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أيقظيهم الآن استسلمت الأم ودخلت على أبنائها لتوقظهم ففوجئت بالابن الأكبر يقرأ بعض آيات من القرآن والابنة الوسطى تراجع معه أما الابن الصغير وعمره ثلاثة أعوام فكان يسبح الله كما تعلم من والديه فابتسمت الأم واحتضنتهم وطلبت منهم أن يتوضأ لصلاة العشاء وبعدما فرغوا من الصلاة إذا بالباب يقرأ وإذا أحد الأغنياء يحمل مائدة عليها ألذ أصناف الطعام ويقول للأب خذ هذا لأهل بيتك لقد جاءني أحد أشراف البلد وكنت قد أعددت له هذا الطعام وقبل أن يأكل اختلفنا في بعض الآراء فأقسم أن لا يأكل شيئا من الطعام وغادر بيتي فحملت الطعام وقلت سأعطيه لمن تقف عنده قدمي والله ما وقفت إلا عند بابك ولا أدري من الذي أتى بي إليك رغم أنني لا أعرفك ولم أشاهد بيتك إلا الآن ابتسم الأب وقال له ولكنني أعرف من أتى بك وفي اليوم التالي تلقى الأب اتصالا من رئيس عمله يخبره بالعودة للعمل بعدما ثبتت براءته وخصصوا له مكافأة لإخلاصه في عمله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بعض عام من الزواج قررت الزوجة أن تقضي أسبوعا مع زوجها خارج البيت خاصة وأنهما لم يخرجا معا منذ زواجهما وعندما عاد الزوج من عمله واستلقى على السرير قالت له زوجته ما رأيك أن نخرج اليوم فقال لها أنا لم أنم بالأمس دعيني أنام وتركيني تركته الزوجة وقالت لنفسها لا بأس لا بد أنه كان متعبا وفي اليوم الثاني جاء الزوج واستلقى على السرير فدخلت زوجته وقالت له لما لا نخرج معا فاليوم يبدو مناسما لأخذ نزهة فرد عليها الزوج أنا لست مستعدا دعيني وشأني فتركته وقالت لا بد أن شيئا ما عكر مزاجه في عمله وظل الزوج كذلك طوال الأسبوع وزوجته تختلق له الأعذار يوما بعد يوم إلى أن جاء يوم وعند عودته من عمله وجد زوجته في حزن تحمل حقيبتها وتستأذنه بالذهاب إلى بيت أهلها وتقول له ربما لا أعود إلى هنا ثانية سخر الزوج من زوجته وظن أنها تهدده فقط ولن تخرج فسمح لها وذهب إلى سريره لينام وعندما استيقظ في الغد لم يجد زوجته ووجد ورقة مكتوبا فيها زوجي العزيز لقد جف نهر الأعذار وتصحرت واحة الصبر كان هذا الأسبوع هو أسبوع مولدك ورغبت بأن أجعلك أسعد رجال العالم ولكنك في هذا الأسبوع جعلتني أتمنى أنك لم تولد بعدما أطفأت شموع المحبة ومزقت قلبي الذي رغبت أن أهديه لك كل عام وأنا لست معك زوجتك أسرع الزوج إلى بيت أهل زوجته وطلب أن يتفاهم معها فقالت له إذا كنت لا تعلم كيف تعتني بالزهور فلا تقطفها فإذا قطفتها وتركتها دون عناية تذبل تلك الزهرة وتموت وأنا زهرة أنت قطفتها وذبلت وهي تحاول إسعادك فدعني وذهب اعتذر الزوج لزوجته بعدما عرف قيمتها عندما افتقدها وظل يكرر أسفه وهي تصر على موقفها حتى ذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة حينها قررت إعطاءه فرصة أخيرة وعادت معه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون